هذا وأجرت كاميرا التليفزيون المصرية عدداً من اللقاءات مع عضاء مجلس النواب حول مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي أقرها المجلس بصورة نهائية خلال جلسته العامة أمام مشروع قانون بينجح في أن يمنح أفراد القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية ومعاونة نزراءهم من مأموري الضبط في الجهات المعنية نحن نتحدث عن تشريع جاء سابق بخطوة تشريع احترازي تشريع لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين الحقيقة في هذه الأوقات الصعبة دائماً ما يلتفت المواطن المصري إلى جيشه لم تخزل القوات المسلحة كل فئات الشعب يوماً ما في أكثر من مشروع قانون مقدمين من الحكومة قانون خاص بالقضاء العسكري وقانون خاص وهو غاية في الأهمية كان فيه طبعاً صدر القانون رقم 1 لسنة 2013 ورقم 136 لسنة 2014 القوانين دي كانت مع ظروف اللولة وظروف الراهنة اللي كانت أمر بها بعد سهرة يناير ولا اهتداء على المنشآت الحيوية فكان تدخل أخوات المسلحة مع قواتنا أخوات الشرطة الباسلة للحماية كل المنشآت المدنية أو غيرها وصدر بعض التعديلات على تلك القوانين وفي الأقل وقت نحن عايزين نوحد تلك القوانين في قانون واحد يشمل قانون تعديلاته سواء قانون واحد لسنة 2013 أو مية ستوتيت 2014 وهنا أنا عايزة أقول برضو غاية في الأمية إن إحنا هذا القانون وهذا القانون نحن وفينا عليه النهاردة يتمشى مع الدستور 2014 بالتعديلات موسيقى